موسيقى 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 بقيت حق مكتسب بالنسبة للمواطنين الاشغالية في شارع كسرة والشرقية والغوري والمنطقة التجارية اللي هي في حي العرب دي فعلا مشكلة وانا دخلت فيها وحاولنا نوسع ونفهم الناس بانك انا بقولهم رزقك هيجيلك في محلك مش لازم تطلع الشارع عشان حتى المواطن يجيلك يجيلك المواطن المحترم الناس كلها واحد جايبوا اسرته هيجي من خارج المخافزة ده هياخد حاجته كلها حاجة بيته حاجة السنة بتاعته الرئيس السيسي كان طبعا بيوجه بازالة العشوائيات اه طبعا حي العرب في مناطق عشوائي اخرى سيتم ازالتها القناة الدخلة حاليا في مساكن ناصر مساكن ناصر في لجنة حاليا ونسبة عملات اه قصر نجد مشاتر اهل السقوط وحاليا في عمارة تلاتين واحدة تلاتين تلاتين واربعة تلاتين وخماس عمية ان شاء الله هنشوف اللجنة هتقول ايه ودوق قرار اللجنة انا الموضوع هيحتاج شرطة نجيب شرطة فانا اللي بلأت اتفاهم مع الناس واتعامل معاهم واستكتبهم استجابوا الحمد لله واصلنا النهاردة مبارك والنهاردة تقريبا مثل وخمسين محل من اصل ربعمية اربعة عملنا خاصر الاول اعملنا بهم كشوف بجميع بياناتهم وبعدتهم المخافزة لقدرت التعاون الانتاجي اساس ينزل على الطبيعة ويأكدوا الحاصر ده الحاصر ده على فكرة عاد مرتين بالنسبة للحي بعد كده نزلت الاول ايه شفت الوضع طبعا كل قلقان وخايف من القناة الداخلي معاهم المخافز مستعجي الموضوع لان انا عايز يقضي على العشوائيات في بورد سعيد سلال تلاتين ستة ان شاء الله في السبعة عشر طبعا انا بجد ان اما دخلت وشفت الموقع ده انا ساعد عليها بورد سعيد فعشان بورد سعيد تبكت